أيها الحبيب المحب إن الله جل وعلا كرم المرأة هل تعلم أيها المبارك أن الله عز وجل أفرض صورة في القرآن الكريم سماها صورة النساء التي بدأها بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صورة كبيرة من السبع الطوال من السبع الطوال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة المرأة واعلم أيها المبارك أن هناك صورة أخرى اسمها صورة الطلاق هذه الصورة سماها العلماء بصورة النساء القصرى وهناك خطأ شائع يقولون عنها صورة النساء الصغرى والصواب أن تقول صورة النساء القصرى والشاهد عندي أن الله جل وعلا أفرض من السبع الطوال صورة تسمى صورة النساء ثم يوجد صورة أخرى وهي صورة الطلاق اسمها النساء القصرى وأنت لا يخفى أن هناك صورة في القرآن العظيم باسم برأة ألا وهي صورة مريم عليها السلام أيها المبارك ونبينا حبيبنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في خطمة الوداع ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ما معنى عوان؟ أي أسيران ولذلك فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيا أيها المبارك المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم وأنت أيها الزوج الموحد المؤمن الصالح تطعمها مما تطعم وتسقيها مما تشرب وتلبسها مما تلبس ولا تضرب الوج ولا تقبح لا تضرب الوج ولا تقبح دعم أيها المبارك وما ترضاه لابنتك ولأختك ولأمك ارضه لبنات الناس فإن حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المرأة هي أمي وأمك هي أختي وأختك هي بنتي وبنتك هي عمتي وعمتك هي خالتي وخالتك وهذه المرأة بارك الله فيك لها المكانة العظيمة ولكن أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة المرأة وعلاقة المرأة بالإسلام فيتقولون ويقولون كلاما باطلا حيث يهرفون بما لا يعرفون فنسأل الله تعالى أن يعيننا أن نتقي الله تعالى في المرأة فهذه المرأة هي غاسلة ثيابك هذه المرأة هي أم وأولادك هذه المرأة هي طاهية طعابك هذه المرأة هي موطن شهوتك هذه المرأة هي التي تردع أولادك والمرأة لا تأخذ أجرا على الرضاعة إلا إذا طلقت وانتهت العدة حينئذ تأخذ أجرا على الرضاعة أما إذا كانت في ذمة الرجل فلا تأخذ أجرا فالله أسأل لنا ولكم التوفيق والسلام ترجمة نانسي قنقر